لم تتوقف السلطات الحكومية عن إزالة منازل مناطق التجاوزات في حملة أثارت انتقادات واسعة بين المواطنين الذين يرون أن على الدولة أولاً محاسبة المتجاوزين والفاسدين من الساسة وتوفير البداء للمناسبة والكريمة لسكان العشوائيات قبل البدء بإزالتها هذه المرة في محافرة الديالة حيث هددت السلطات في المحافظة بإزالة العديد من المنازل في منطقتين القاطون والتحرير والتي يقتنها الكثير من العائلات المعدمة بعد أن أجبرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة على العيش في بيوت التجاوزات ناسكن من منطقة التحرير التجاوز منطقة البستان نقاعدين في هذه منطقة مولتنا وهذه عيشتنا نشوفها عايشين على الزبالة القواطئ وتنك من الزبالة ومبعدنا عيش أطفالنا بيوتنا تجاوز أي إنجازات ماكوا وبين فترة وفترة يجونا نشيلوا زين إذا نشيلونا وين نروح نحن معراقيين لا نحص بالنفط لا نحص بهذا البلد حملة الإزالة هذه جاءت بالرغم من المناشدات المستمرة بالتريوث في إجراء رفع التجاوز للسكن العشوائي ومراعاة الجانب الإنساني وإيجاد البدائل المناسبة التي تكفر العيش الكريم لجميع المواطنين لسيما وأنهم ليس لديهم مصدر رزق يمكنهم من الحصول على منزل خاص بهم سكنته مناطق التجاوز في القياطون قالوا إنهم يفضلون الموت داخل منازلهم على الخروج منها وعلى ما يبدو فإن الحكومة تحاول إبراز عضلاتها على الفقراء فقط من خلال إهمالها إزالة تجاوزات الأحزاب المتنفذة على العديد من الأراضي والبنايات والأملاك التابعة للدولة لتستمر في حملة إزالة التجاوزات أو حملة الاستقواء على الفقراء وإهمال تجاوزات المتنفذين الحكوميين ترجمة نانسي قنقر